اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تنساش ادعمنا بلايك وشرفنا باشتراك استقبال جمال بالماضي منظر كان جميل اوي اوي في استاد النادي الاهلي في المباراة مع وفاك ستيف دخول جمال بالماضي بالسيارة والمظفين استقبلوه ويسلموا عليه والعمال يروح يسلموا عليه ده دليل كبير جدا على حب الشعب المصري الانسان المخلص الانسان المحبوب جمال بالماضي لو مش محبوب من شعب الجزائر شعب الجزائر اللي بيدعم على طول جمال بالماضي لو هو مش محبوب من شعب الجزائر ما فيش حد هيحبه صدقوني هو علشان الشعب المصري شعب حساس احنا الشعب المصري عندنا بالفطرة بنمشي وراء قلبنا صدقني لما بنشوف الشعب الجزائري والجمهور الجزائري بيقف ويدعم جمال بالماضي الشعب المصري بالتالي استقبله استقبال قويس قوي علشان عارف ان الشعب الجزائري بيحب الراجل ده وجمال بالماضي يستاهل لانه مخلص انبارح ما حستش ان جمال بالماضي مدير فني داخل ملعب او مدرجات لا حست جمال بالماضي سفير وزير وهو فعلا في الجزائر المسمينه وزير السعادة شفت رد فعل المصريين عليه قد ايه زي ما قلتلكم لانه هو فرح الشعب الجزائري واحنا بنحب الشخص المحبوب وزي انا ما قلتلكم ان جمال بالماضي اشتغل مع الجزائر باخلاص اشتغل بحب وشغف ولما جيت بطولة انا فاكر لما جيت بطولة امم افريقيا اللي كانت هنا في مصر بطولة قوية جدا على ارض ملعب عاجب كل الاندائي وما كانش فيه منتخب واحد عنده حجة فجمال بالماضي قدر يكسب البطولة دي مع منتخب الجزائر ده اكبر دليل ان احنا معترفين ان راجل ده راجل عظيم بجد والله انا فرحت قوي من الاستقبال في وقت وصوله بالضبط الناس سلمت عليه وصورته وتصورت معاه ولما دخل كمان المدرجات شفنا جمهور النادي الاهلي اللي بيمثل الجمهور المصري ردت فعله ان حيا الجزائر ودعم الجزائر وحيا كمان جبل بالماضي اخيرا العمل باخلاص هتلاقي هتلاقي سماره وهتلاقي حاجات حلوة جدا عشان انت مخلص اعمل لايك للفيديو واشتارك في القناة شكرا و شكرا